وزير الداخلية الدائمة لترحيل اللاجئين اللي ألف تصريحه ندرس بناء علاقات مع الأسد على المستوى الأوروبي وبيتزامن معه خروج الحزب الديموقراطي الاجتماعي اسبه اللي كان دايما يعارض الترحيل وإن كان هناك يمكن يكون فيه اختلاف إن الحزب الاشتراكي الديموقراطي اسبه بيدعم الترحيل إلى أفغانستان وسوريا وده الاقتراحة اللي اقتراحه أولاف شولتز إن كان الموضوع متعلق بالمجرمين يرجعوا للمكان التاني عملية الربط باللتنين إن دلوقتي ألمانيا بتتخذ قرار تلاقي النمسا بعدها بأيام انضمام بعض الأحزاب أو انضمام الحكومة النمساوية لرأي من الأراء شايف إن مرحلة التغيير في العملية الخاصة باللاجئين هتبدأ من ألمانيا والنمسا في اعتقادك؟ والله يا سيد مدوح علينا ناخد البداية الخبر من الأول الموضوع إن وزير الداخلية النمساوي جاهد كارنر إنه مصر على إنه يريد يعني بناء خلينا نقول آلية التواصل مع النظام الإرهابي في دمشق يريد فعليا دراسة ما هي إمكانية ترحيل اللاجئين المرفوضين اللاجئين العانفين المدانين بجرائم إن كان بمستوى الإرهاب هذا الشيء كان وزير الداخلية جاهد كارنر يعني واضح في لقاءه على كلاينت سايتونج أعتقد قبل أسبوع من الآن يعني صحيح على الخبر قديم ولكن نحن نأخذه من يتابعنا نأخذه بالخبر لأنه هو ضمن الأسبوع الثالث والعشرين من 2024 فهو نزل بعد الأخبار نشط أخبار فنحن لازم نأخذه هو الموضوع صراحة الأسبوع هذا الطرح فبالتالي سازم دوح وزير الداخلية نعم يعمل مع عدد من الدول الأوروبية صحيح مع عدد من الدول الأوروبية فعليا لإيجاد آلية وصيغة معينة للتواصل مع هذا النظام وقال أنه سيعمل سيعمل ويضغط ويضغط أوروبيا حتى يستطيعه تحقيق ذلك فجاءت الحادثة في ألمانيا غزت هذا الطرح بشكل كثيف بصراحة وهذا ما دعا ما دعا الحزب أزيدا الاشتراكي بالضبط إلى التضامن وقال يعني شو كان اسمه هذا وصرح رئيس الكتلة البرلمانية فيليب كوتشر في مقابلة على تسيب بأن يدعم هذه الخطوة وقال من يحتفل بالقتل والإرهاب ليس في الحقيقة طالب حماية وأضاف أنه نحن بحاجة على عواقب واضحة من دولة القانون تبدأ بعقوبات سجن طويلة وتصل إلى الترحيل طيب السؤال الأستاذ ممدوح هذا الذي يطرح نفسه يعني جميعنا نرفض العنف نرفض التطرف نرفض الإرهاب ولكن لا يعني لأنني أنا أرفض الإرهاب وأرفض العنف أن أكون أنا متناغم مع الإرهاب ومتناغم مع العنف كيف كيف أكون متناغم مع العنف والإرهاب يعني هذه الدول يا سيد الكريب اقتصد عن النمسا فيها قانون فيها قضاء فيها سجن فيها مختلف أنواع العقوبات فبالتالي عندما أعاقب أنا هذا الشخص المجرم أو المدان وأخذه وأرميه إلى مجرم آخر ألا وهو إن كان في أفغانستان أو في سوريا أو في العراق أو هذه الأنظمة المتشددة فبالتالي أنا تعاملت مع مجرم لا يعني يفترض أستاذ عمدوح كما قال يعني في هذا الخبر ووصف شولتس عفوا انت أقصدك على رأي الخبير في الثانوة الدولة بالضبط الخبير رأي فريانك قال أن الترحيل أفغانستان يعد كسرا للمحرمات بالنسبة العديد من الدول الغربية ولا يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية الهقوق الإنسان وقال وزير داخلية في حكومة طالبان هو إرهابي مطلوب دوليا ويعني التعاون معه اعترافا فعليا بحكومة طالبان وأشاري لأنه لا توجد معايير قانونية دنيا في أفغانستان وسوريا مما يعرض المرحلين لخطر التعذيب والإهنة وهو ما يجعل الترحيل في الوقت الحالي غير ممكن قانونيا هذا الكلام عجبنا أملع ولكن القانون هكذا يعني كيف أنت كيف أنت عم تتعامل مع مجرم كيف أنت عم تحاكم مجرم آسف وبعدين بدك تتعامل مع مجرم آخر وهون صار في إزدواجية فبالتالي أنا لا أعتقد لا أعتقد أن وزير الداخلية كارنر ولا أي وزير داخلية آخر على المستوى الأوروبي أقصد أوروبا الغربية وليست أشرقية قادرة على أن فعلا أن تصل لهذه النقطة أن تتعامل مع نظام الأسد أو نظام طالبان حتى لو جن آسف للإيطالة حتى لو قلت لي طب أحمد عم يتعاملهم مع النظام العراقي بقول لك صحيح بالعراق يوجد شكلا تغيير تغيير سياسي من نظام صدام إلى وصول إلى وصول اليوم ولكن أما في سوريا لا يوجد أي تغيير سياسي لا يوجد أي تفاهم على الأرض بغض النظر مهما كان بكونات المعارضة مهما كان نظام مجرم دوليا وأوروبيا أولا طب بس خلينا اختلف معك تفضل ومع خبير القانون الدولي ده رالف يانك أنت بتتكلم هنا على حقوق الإنسان حق إنسان إيه أنت هو بيتكلم دلوقت عن المجرم نعم العمل إجرام في الدولة هنا نعم طب إذا كان ده بتدور له رغم أنه هو مجرم بتدور له على حقه من حقوق الإنسان نعم طب حق المعتدى عليه ده فين؟ المحكمة أنهي محكمة المحكمة المستصة أيما هو المحكمة دلوقت لما ترجعه لدولته لما يرجعه هو ده أكبر تعتبر أكبر عقوبة لأنه هو لا يصح أن يخرج لاجئ عشان ييجي يعمل مشاكل أو جريمة في الدولة المستضيفة هو بيقول لك هنا أنا مش عايز أشيل همه تشيل همه دولته يعزبه لأنه هو ما فكرش في الفكرة دي أنه هو في دولة تانية وهو يعني منطقيا كلامك صحيح ولكن قانونيا غير مجدي هذا طرح يعني آسف منك هذا طرح شعبوي هذا طرح عاطفي الذي تفضل به لا مش عاطفي أنا بقول لك أنا أتكلم عن حقوق الإنسان حق اللي مات حق الإنسان شيء والقانون شيء آخر يعني لا يعني لا يعني يا سيد الكريم هنا حتى الحيوانات عندما يريدون ذبحها بقول لك لازم تخدرها لازم تصعقها لازم ما تشعرها بها الألم وهذا الكلام فبالك بهذا الشخص حتى هو مجرم حتى هو مدان حتى هو كذا لا يعني لا يعني أن أهذر حقوقه هنا الإنسانية فيه شيء اسمه القيم العليا في الإنسانية إذا كان هو مرعاش الإنسانية في اللي بيتله هو مشكلته هو سيعاقب طب ما يروح يرجع أتعاقب هناك وي كان يفلت مين قال لك أنه سيعاقب هناك أنت ما هي الضمانات اللي عندك ما هو ما أنت عم تبعته عند مجرم آخر مثله طب ما خلاص يبقى يتعامل المجرمين مع بعض يا سيد الكريم هذا طرح هذا طرح أنا هجيب لك هنعمل معك حلقة شعب أوي والراجل الخبير القانوني الدول مش هتقدر علينا مش هتقدر علينا موضوع ده نعم